اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت الى 105 مليون اورو بين سنتين 1994 و2004 وعلى هذا الاساس تسألت بيلد بالقول هل سيتم اطلاق تحقيق جديد في استخدام البوليثاريو للمساعدات المذكورة وهل سيتم فتح تحقيقنا في عملية تجنيد الاطفال ويؤكد الاعلام الدولية ان التجنيد القصري للاطفال من طرف البوليثاريو ممارسة غير انسانية مستمرة دون اي عقاب كما يدين سرقة وبيع المساعدات الانسانية الدولية الموجهة لثكنة تندوف في الثوق السوداء من طرف قادة البوليثاريو الذين يزدادون ثراء في الوقت الذي يعاني فيه المحتجزون في مخيمات تندوف من افضع اشكال الجوع والفقرة والتنكيل والقهرة وعادت قضية اختلاس المساعدات الانسانية الاوروبية من قبل البوليثاريو والجزائر بقوة الى دائرة الضوء خلال الاسابيع الاخيرة لا سيما في سياق جائحة كوفيد 19 اعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فيزا سراج عذمه تسليم مهامه الى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار في موعد اقصى نهاية اكتوبر المقبل وقال الضراج في كلمة متلفذة مثال اربعاء ان الحكومة لم تكن تعمل في اجواء طبيعية ولا حتى شبو طبيعية منذ تشكيلها ولقد مددت يدي الى كل الليبيين من اجل التوافق على حقن الذماء وتشكيل مستقبل ليبيا واردف شنة الحروب والحملات الممنهجة تخوينا وتحقيرنا وتكثيرا وقد لقيت في ثبيل ذلك اذى كثيرة وترفعت عنه لمصلحة الشعب الليبي وعلى هذا الاثاث كانت كل تحركاتي واضف الضراج اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الامم المتحدة ونعلن ترحبنا بما تم اعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر اليها بعين الامل والرجاء بان تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق ونشد على يد الجميع لانجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة وتابع لقد افضت هذه المشاورات الجديدة الى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة وتوحيد المؤثثات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة ودع لجنة الحوار الى الاسراع في تشكيل السلطة التنفيذية قائلا من موقع ادعو لجنة الحوار وهي الجهة المنطوبة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي تطلع بمثؤوليتها في الاسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعنا الانتقال الثلمي والثلث للسلطة وختم بهذه المناسبة اعلن لجميع رغبة الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد اقصى نهاية شهر اكتوبر القادمة ويدكر ان الحوار الليبي الاخير الذي اشرفت عليه الخارجية المغربية بمدينة بوزنيقة بين وفد عن المجلس الاعلى للدولة ووفد عن برلمان طبرغ يعد ثمرة لاتفاق الصخيرات خصوصا انه سعى الى تطبيق نص المادة الخامس عشر من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات واعتمد ايضا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحلة السياسية وبني على قرارات مجلس الامنة ذات الصلة فقد توصل الطرفان يوم الخميث ببوزنيقة العاشر شتنبر 2020 الى اتفاق شامل حول المعايير والاليات الشفافة والموضعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيد مع خلق المناخ المناسبة للوصول الى تسوية سياسية شاملة في ليبيا لكن ما يخشاه الجميع على ان تعمل بعض الاطراف الاجنبية وعلى رأسها العربية من خلال مناوراتها المعهودة على اجهاد اتفاق بوزنيقة مرة ثانية ويعود الحوار السياسي الى نقطة السفر وانطلاق الثراع من جديد لا شك ان الليبيين ينتظرون بفرغ الثبر حدوث استقرار بالبلاد ووقف الحرب الاهلية وانهاء حالة الفوضى وقيام دولة دات الثيادة فالوضع في ليبيا لم يعد يحتمل وان الشعب الليبي يتطلع الى دولة امنة وقيادة الرشيدة تجنبه ويلات الحرب الاهلية جددت مجموعة تتألف من عدة بلدان اليوم الثلاثاء امام مجلس حقوق الانثان التابع للامم المتحدة بجونيفا دعمها القوي للوحدة الثرابية للمغرب وللجهود الجدية المبدولة من طرف المملكة ثعيا الى تثوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية واشادت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في اعلان تم تقديمه خلال الدورة الخامسة والاربعين لمجلس حقوق الانثان على الخصوص بوجهة مبادرة الحكم الداتي بالصحراء المغربية التي حضيت بالاعتراف من قبل مجلس الامنة كقاعدة جدية ودات مصداقية لتثوية هذا النزاع الاقليمي بكيفية نهائية واضحت المجموعة المؤلفة من 26 دولة ضمن هذا الاعلان الذي ألقاه السافر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجونيفا السيد عمر ذنيبر ان تثوية هذا النزاع السياسي سيثاهم في تجسيد التطلعات المشروعة للشعوب الافريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية وهو الهدف الذي يحرص عليه المغرب بشكل قوي وذكرت المجموعة بان مجلس الامن اشاد ايضا بالمبادرات المتخدة من طرف المغرب للنهوض بحقوق الانسان في الصحراء المغربية مجددة الطلب باحصاء ساكنة تندوف وسجلت الدول الموقعة لهذا الاعلان من جهة اخرى ان المغرب التزم في سياق تفاعل بدناء ارادي وعميق مع منظومة حقوق الانسان الاممية لا سيما مكتب المفاوضية الثامية لحقوق الانسان والاجراءات الخاصة واوضح المصدر داته في هذا الصياق ان ممتلي 12 اجراء خاصا قاموا بزيرة للمغرب لا سيما لحاضرتين الصحراء العيون والداخل حيث تمكنوا من الالتقاء بحرية ومن دون قيوده مع جميع الفاعلين خاصة ممتلي المجتمع المدني المحلي وذكرت المجموعة بانه في هذا الصياق ايضا استضاف المغرب باعتثة اقنية للمفاوضية الثامية لحقوق الانسان بدعوة من حكومة المملكة المغربية وذلك بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الدولية على العمل واضاف المصدر نفسه ان قضية الصحراء هي نزاع سياسية تتم معالجته بنيويورك حيث يبدل مجلس الامن الدولية جهودا من اجل توصل الى حال سياسية متفاوض بشأنه ومقبول من كل الطرفين من جهة اخرى سجلت الدول الاعضاء في المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ان تفاعل البلدان الاعضاء مع المجلس والمفاوضة الثامية ينبغي ان يحافظ على طابعه التنائية وان تتم صيانته من كل استغلال على اعتبار انه سيثير نقاشات غير بناءة داخل مجلس حقوق الانسان والى جانب المغرب دعم الاعلان كل من قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والامارات والكويت والسلطنة عمان والاردن وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والقابون وبوركنافاسو وبروندي والجيبوتي والسنغال وجمهورية الفريق الوسطى وغينيا وكود ديفوار وسانتومي وبرنسيبي وبراغواي وغواتمالا وسانت لوسيا والسلفادور وسانت كريستوف ونيفيس وجمهورية الدومنيكان وغامبيا